اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الاخبار ذكر بلاغ لوزارة شؤون الكارجية وتعامل الافريقي والمغاربة المقيمين بالكارج ان المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد نسدس لجنة القدس تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق في ظل استمرار الاعمال العسكرية المتصاعدة وتفقم الاوضاع الانسانية في قطاع غزة نتابع بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر ان المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد نسدس نصره الله لجنة القدس تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق في ظل استمرار الاعمال العسكرية المتصاعدة وتفقم الاوضاع الانسانية في قطاع غزة واكد بلاغ الوزارة انه بعد اكثر من ثلاثة اسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة لازال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرح والمنكوبين والمفقودين كما تزايد اطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي وارغم اكثر من مليون شخص على النزوح وحرمة الساكن من الماء والكهرباء والوقود مما ترتب عنه وضع انساني كارثي ويضيف البلاغ تؤكد المملكة المغربية ان جميع هذه الاعمال التصعيدية الاسرائيلية تتنفى مع القانون الدول الانساني والقيم الانسانية المشتركة وتنذر بتمدد الصراع داخل الاراضي الفلسطينية واتسع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة مهددا امن واستقرار المنطقة باسرها كما اكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انه لا يسع المغرب الا التعبير عن اسفه وخيبة امله من تقاعص المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الامن لمسؤولياته وعجز الدول المؤثر عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي وخلص البلاغ الى انه اذ تجدد المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله موقفها الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس فانها تدعو الى خفض التصعيد بما يؤدي الى وقف لاطلاق النار وفتح ممرات انسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق واطلاق صراح الاسر والمحتجزين مع وجوب ارساء افق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا على صعيد اخر صدق مجلس الحكومة المنعقدم سابيا رباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش على عددا من مشاريع القوانين والمرسيم ابرزها مشوع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر هشام فرحان وباقي التفاصيل جملة من مشاريع المرسيم والقوانين صدق عليها مجلس الحكومة من بينها مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وهو مشروع سيمكن حسب رئيس الحكومة من وضع شبكة للامان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة على اعتبار ان الحد الادنى للدعم لكل اسرة سيبلغ 500 درهم شهريا وهو الوش الذي تريده بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدرس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين مجلس الحكومة صدق كذلك على مشروع المرسوم الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وهو مشروع يقول رئيس الحكومة إن حكومته ستحرس على حسن تنزيله بكل شفافية من خلال إحداث منصة رقمية خاصة وتسعى الحكومة من خلال هذا البنامج الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028 إلى تيسير ولوج التبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والتبقات المتوسطة إلى السكن وتقليصي العجزي السكاني كما نهدف من خلال هذا البنامج التموح إلى تعزيز دينامية اقتصادية وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص وخاصة لمقاولات الصغار المتوسطة وخلق فورة الشغل كما صدق المجلس على مشروع القانون بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وهي مؤسسة عمومية سيعهد إليها بالصهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته ويحدد مشروع هذا القانون على الخصوص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممتلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالة المرتبطة بمهام الوكالة مشروع مرسوم آخر صدق عليه مجلس الحكومة قدمه وزير العدل عبدالطيف وهبي ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بتحديد الخريطة القضائية الذي يهدف إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها وبربط دائما احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية حفلا تأبينيا مهيبا بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد أحمد شوقي بن يوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وذلك بحضور شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية وزنة وعدد من أفراد عائلة الراحل وأصدقائه صفية عثمان في المتابعة بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد أحمد شوقي بن يوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية حفلا تأبينيا وذلك بحضور شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وازنة وعدد من أفراد عائلة الراحل وأصدقائه هذا الحفل التأبيني شكل مناسبة لاستحضار المنجز الكبير الذي خلفه الراحل شوقي بن يوب في خدمة حقوق الإنسان بالمملكة طيلة ما يزيد على أربعين سنة من النضال والعمل الحقوقي والجمعوي والمؤسساتي وبالمناسبة أجمع فاعلنا سياسيون وحقوقيون وجمعويون على أن الفاعل الحقوقي والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الراحل أحمد شوقي بن يوب كان رجل دولة مقتدرا وقامة حقوقية رفيعة كرس حياته لخدمة حقوق الإنسان بالمملكة من مختلف المواقف التي شغلها قيد حياته وأعرب أمين شوقي بن يوب أخ الراحل في كلمة باسم عائلته عن خالص الامتنان وعاميق التقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على برقية التعزية والمواسات التي بعثها جلالته لهم والتي استحضر فيها جلالة الملك بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد العزيز من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها لا سيما في مجال حقوق الإنسان ساهم في المصار لحقوقي الوطني والدولي وكانت من الناس التي غرسوا في الطربة المغربية تقافة حقوق الإنسان سواء مع المؤسسات الحقوقية أو مع المؤسسات الجامعية فقدنا فاعلاً أساسياً في المنظومة الوطنية حقوق الإنسان فقدنا كذلك خبيراً ومعرفة واستعرضت باقي الشهادات التي قدمت خلال هذا الحفل الخصالة الإنسانية والمهنية الرفيعة التي كان يتحلى بها الراحل وكذا إسهاماته القيمة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة بما فيها كونه حاز شرف السياغة أول مسودة للتوصية المتعلقة بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة كما تميز هذا الحفل بعرض شريط وثائقي يتضمن أبرز المحطات في مسيرة الراحل أحمد شوقي بن يوب المرحوم أحمد شوقي بن يوب من الشخصيات التي بصمت التاريخ الراهن من خلال نضالتها من أجل حقوق الإنسان ومن خلال ما تم إنجازه سواء في إطار المؤسسات أو في إطار الفرض الراحل أحمد شوقي بن يوب المزداد بمراكش سنة 1957 كان قد عين من قبل جلالة الملك محمد السادس في دجمبر 2018 في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية كما شغل على الخصوص منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل وفي سيق منفصل كدت الحكومة خلال جلسة المناقشة التفصيلية لنشوء قانون الملكة لسنة 2024 بمجلس النواب أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق ضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20% وتمكين نظام ضريبي من مواكبة تطور الاقتصادي العالمي لسيما فيما يتعلق باتجارة الإلكترونية متابع تقرير اردوان مستقي جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت بمجلس النواب ركزت على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب وتم تأكيد خلال هذه الجلسة التي أعقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادي افتاح والوزير المنتدى بالمكلف بالميزانية فوز القجة أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20% وتمكن النظام الضريبي من مواكبة تطور الاقتصادي العالمي لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وفي هذا الإطار فوضح السيد لقجة أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لا سيما التجارة الإلكترونية من خلال سن إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك لمحاربة الغش والتهرب الضريبي مؤكدا أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية وفي سياق ذيسلة تطرقت مدخلات نواب والنائبات إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم منوهين بالمواد والمنتوجات الأساسية وذات الاستخدام الواسع التي سيشملها هذا الإعفاء وفي موضوع آخر خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزراء لسنة 2024 قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إن تعقد بين الدولة والجهات يشكل والية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر سياغة برامج ومشاريع مندمجة تنبني على الالتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجية الوطنية عودة مع صفية عثمان التعاقد بين الدولة والجهات يشكل آلية ناجعة لإعمال مبادئ التدبير والحكامة الجيدة عبر صياغة برامج ومشاريع مندمجة تنبني على الالتقائية والانسجام والتكامل بين الرؤية التنموية للجهات والاستراتيجيات الوطنية هذا ما أكده وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت الذي قدم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب كما أفاد عبد الوافي الفتيت بأن الغلاف الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2024 بلغ 43.96 مليار درهم منها 35.78 مليار درهم مخصصة للتسيير وثمانية فصل 18 مليار درهم مخصصة للاستثمار ومن جهة أخرى أكد وزير الداخلية أن الوزارة تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ضاعفت جهودها من أجل إنهاء المشاريع للسراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي هذا وأبرز وزير الداخلية أن الوزارة حرست على مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية الرامية إلى تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديث مصالحها وآليات اشتغالها من أجل النهوض بالمرفق الأمني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن العام أطنياً نائماً أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية نامواجاً عاطية يتراوح علوها ما بين أربعة وستة أمتار مرتقبة ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل على سواحل المخيط الأطلسي بين أصيلة وطرفاية المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة خاصة حول توقعات البحرية أن أمواجاً عاطية من القطاع الشمالي الغربي يتراوح علوها ما بين أربعة وستة أمتار لفترات تمتد ما بين خمسة عشر وثمانية عشر ثانية ستهم سواحل الأطلسية بين مدينتي أصيلة وطرفاية ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل وأشار ذات المصدر لأنه من المتوقع أيضاً تسجيل تحصن تدريجي ابتداء من بعد زوال يوم الاثنين المقبل مضيفاً أن تفاصيل إضافية ستكون موضوع نشرات خاصة مقبلة عودة إلى الرباط حيث وقعت رابطة المحمدية للعلماء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وقعوا على اتفاقية شركة لإحداث مركز مصلحة الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب نتابع تقرير اردوان مستقيم القصد كانوا إنشاء ثلاثة أبعاد من المصالح مصالحة السجناء مع عنفوتهم ثم مصالحتهم مع النص الديني من خلال الفهم السليم لهذا النص وثالثاً المصالحة مع الشريعات وفي مقدمة دستور المملكة ونظم هذه المملكة البرنامج التأهلي مصالحة الذي استمر لمدة سبع سنوات استمد فلسفته من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة ونشر قيم التسامح والاعتدال وصون الكرمة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردها منهم الأحكام القضائية السالبة للحرية توقيع الاتفاقية لإحداث مكز لمصالحة لجابة شيتم من الجيبة برنامج مصالحة هذا البرنامج لكي استهدف فئة المدانون بمجيب قوانين الإرهاب لينقوا لهم نقلة نوعية على مستوى الفكر وسيوكل الإشراف المالي على المركز للجنة مالية يترأسها منصق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على أن يشرف طاقم إداري على تدبيره وتسييره أجدير حيث انطلقت بالمدينة دورة وثانية للمعرض الإفريقي لتجارة الإلكترونية ويتميز هذا الحدث بمشاركة العديد من الشركات الوطنية والإفريقية والدولية وكذا رواد الأعمال والتعاونيات العاملة تنجلية تجارة الإلكترونية سكينا مسوية وباقي التفاصيل تحتضن مدينة أجدير الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة الإلكترونية الحدث المنظم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى أن يكون ملتقاً لمهني هذا القطاع ولتحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار هذا العمل الذي نستطيع فيه مجموعة من الشركات الوطنية والدولية والإفريقية التي تشتغل في مجال التجارة الإلكترونية خدمات في هذا المجال التجارة الإلكترونية قربها للمواطنين خاصة المقاولين للتعاونيات أو الحرفيين الذين يبدوا في المجال التجارة الإلكترونية وعندهم صعوبة في تسوى كلمة توجدهم عبر الانترنت هذه فرصة لكي يحضروا لهذه المواد المعرض يعد مناسبة لمهني قطاعي التجارة الرقمية والإلكترونية من جميع أنحاء العالم للإطلاع على أهم المستجدات المتعلقة بهذا المجال المعرض يعرف مشاركة شركات عديدة من قطاعات مختلفة من بينها التواصل والإشهار التوصيل واللوجيستيك والتسويق الرقمي وقبل القتام أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيصطدف خلال شهر الوامبر الجاري سبع مباريات لمنتخبات إفريقية ضمن التصفيات المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 وذكرت الجامعة في بلغ أن المغرب سيحتضن المباريات التي ستجمع بين إثيوبيا وسيرليون وبين بوركينفاسو وغينيا بيساو وبين غينيا وأوغندا وكذا مباريات الصومال ضد أوغندا وإثيوبيا ضد بوركينفاسو والنيجر ضد زامبيا وسوطومي ضد نمية كما سيصطدف المغرب مباراة النيجر ضد تنزاليا ولقاءة شاد ضد مدغشقر وستقام هذه المباريات في ملعب مراكش الكبير والملعب البلدي ببركان وملعب العبدي بالجديدة والملعب شرفي لوجدة والملعب الكبير بمدينة أجدير ماذا الخبر رياضي نكون قد وصلنا مشاهدين على نهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار توم توم في يمن الله